سسهيف نموانب منيجويتو شريف السيد عبد القادر محمد أحمد الأهدل آجاتوه السلامو كو نيابا يتاسيسي يا الحكمة كربسانا السيد عبد القادر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات القائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق ومنارة الحق نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار القائل من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها حيا الله هذه الوجوه رؤيتها تزيد الأفراح نسماتها تداوي الجروح وعبيرها فواح تنثره الرياح على القمم صباحا ومساء بقلوب تنبض بالمودة وأفئدة ملوها المحبة وكلمات تبث روح التسامح والأخوة نقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا في رحاب مؤسدة الحكمة في دار السلام بتنزانيا فخامة رئيس زنجبار الدكتور حسين علي حسن مني الراعي الفخري للمسابقة وممثلا لفخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صلوح حسن سماحت مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتور أبو بكر بن زبير بن علي معالي نائب رئيس البرلمان موسى أزن زونقو معالي وزير الداخلية حمد مساوية يوسف معالي وزير البلدية سليمان جافو سعادة محافظ محافظة دار السلام ألبرت تلميلا فضيلة الشيخ محافظة دار السلام وليد الهادي عمر سعادة السفير يحيى بن أحمد عكيش سفير المملكة العربية السعودية لدى تنزانيا سعادة سفير دولة تركيا وسعادة سفير دولة جزر القمر وفضيلة الشيخ المقري الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي رئيس عموم مقارئ الديار المصرية سابقا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشايع رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء الإنسانية والوفد المرافق له السادة قادات الدولة أصحاب الفضيلة العلماء الأجل من داخل تنزانيا وخارجها كذلك أصحاب السعادة ممثل بعثات الدول العربية والإسلامية الحاضرين معنا في هذا اليوم المبارك قيادات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات النفع العام وجميع جماهير القرآن الحاضرين والمتابعين على الهواء أحييكم فردا فردا كل باسمه ومقامه ومنصبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الجمع المبارك لقد هزنا خبر فقد فخامة الرئيس الأسبق الوالد علي حسن مني في التاسع والعشرين من شهر فبراير المنصر لقد كان رجلا من رجالات تنزانيا الصالحين الأخيار نحسبه كذلك والله حسيبه وكان من أكثر من عرفته لينا وسماحة وطيبة رجل أحيى شعبه بإنقاذه من الاستعمار والاشتراكية إلى الحرية والاستقلال رجل خدم أمته وساهم في النهضة العمرانية والبنية التحتية رجل أبى أن يكون مع الظل حيثما وجد بل دافى عن المظلومين أينما كانوا بقض النظر عن جذورهم رجل مد يد العون والدعم للمحسنين المحبين للخير رحمه الله رحمة واسعة وقد نال جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام في العام الفين واثنين وعشرين وقد تشرفنا برعايته الفخرية أبان حياته وترك هذه المهمة لولده البار فخامة رئيس زنجبار الدكتور حسين علي حسن مني حفظه الله ذرية بعضها من بعض أيها الجمع المبارك لقد اجتمعنا اليوم لأجل هذا الحدث القرآني الفريد الفريد من نوعه مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم ذاعت الصيت في دورتها الرابعة والعشرين تكريماً واحتفاءاً بحفظة القرآن في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالله يسر عنه حفظ كتابه وعده للتالين حسن منالي وأخص قوماً بالعناية فضله وتواترت أخبارهم في الحال أهل الإله هم حماة كتابه الذائدون بروحهم والمال فقد فاز من جعل الكتاب قرينه ودليله أبداً إلى الأفضال أيها الجمع المبارك إن الهدف الرئيسي لمؤسسة الحكمة في إقامة هذا المشروع السنوي الرئيسي هو ربط الجماهير بالقرآن بوسيلة حديثة غير معهودة تجعل النشأة تستحسن وتتحمس للقرآن وسماعه ساعات متواصلة طوال وهذا الأعداد الضخمة التي ترونها فخامة الرئيس من الجماهير المحبة للقرآن الذين ملأوا الملعبين والذين يقدروا عددهم أكثر من مئة ألف ما هو إلا إنعكاس لهذا الهدف السامي إن لجمهورية التنزانية المتحدة دور ريادي في رعاية المشاريع القرآنية في قارة إفريقيا وبها اشتهرت وهذا الدور يظهر جلياً في ترتيب أمني وسلامة هذه الأعداد هذه الأعداد الضخمة من الجماهير المحبة للقرآن الكريم وفي هذا المقام أبعث شكري وتقديري لرئيسة جمهور التنزانية المتحدة الدكتورة سامي الصلوح حسن على حسن رعايتها لهذا الحدث القرآني وتذليل جميع العقبات ليصل إلى هذا المستوى الراقي حفظ الله تنزانية حكومةً وشعبًا وأدام لها الأمن والأمان أيها الجمع المبارك أود أن أبلقكم بأنه تم تنفيذ المشروع الذي وعدت به المؤسسة في السنة الماضية بنجاحٍ باهر وبتكلفةٍ إجمالية بلقت سبعون مليون شر تنزاني أي ما يعادل ثمانية وعشرون ألف دولار أمريكي وكان إقامة زواج جماعي وتأسيس خمسين أسرة مسلمة ونبشركم بأننا زدنا العدد إلى سبعين أسرة نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين وتوفر الدعم من المانيحين المحسنين من أهل الخير وكما دابت مؤسسة الحكمة المنظمة والراعية لهذه المسابقة المباركة بإزاحة الستار كل عام عن مشروعٍ اجتماعيٍ تنموي يسرني أن أعلن عن المشروع الذي يتوج بالمسابقة في دورتها الرابعة والعشرين وهو إرسال عشرة من ذو الدخل المنخفض إلى الحج لأداء الفريضة في هذا العام وهؤلاء الضمن ثمانون ممن وعدتهم شركة ما بالحج إذا استثمروا معهم فأفلت للشركة وذهبت أموالهم سدى فنتج عنها أضرار جسيمة لحقت بهم بعضهم توفي وبعضهم تأثر نفسياً والبعض الآخر تشلل وهي حادثةٌ معروفة في البلد نحن في مواسطة الحكمة قررنا أن نسعى لهؤلاء عند المحسنين من أهل الخير ذوي القلوب الرحيمة لإعادة الأمل في نفوس عشر من هؤلاء المتضررين وإرسالهم إلى الحج بتكلفةٍ إجمالية تبلغ مئة وواحد وسبعين مليون شلل تنزاني أي ما يعادل ستين ألف دولار أمريكي أيها الجمع المبارك يقول الحق في محكم التنزيل وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس أن لم يشكر الله ومن خلال هذه المناسبة أود أن أتقدم بفائق الشكر وتقديري وامتناني العظيم إلى كل فردٍ شارك في إنجاح هذا المشروع العظيم وساهم بإخراجه على هذه الطريقة الرائعة التي ترونها من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة وأخص بالشكر رعاة هذا الحدث القرآني الفريد وأولهم فخامة الرئيس زنجبار الدكتور حسين علي حسن مني نحن سعداهم بتشريفك ورعايتك فأهلا بك عطرا فواحا ينثر شداه في كل الأرجاء والشكر موصول إلى سعادة مفتي جمهوري تنزانيا المتحدة الدكتور أبو بكر بن زبين بالعلي الذي ساعد على إقامة هذا المشروع ونحن نعمل تحت ظله ومشورته ولما كان في سفره قبل يومين اتصل بي اتصل بي يطمئنني أنه سيحضر هذه المسابقة ويرجع إن شاء الله إلى أرض الوطن وقد رأيتمه الآن وجالسا ومتمثلا أمامكم والشكر موصول إلى سعادة مفتي ويسرني في هذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حافظه الله وولي عهده الأمين على جهوده الكبيرة لرعاية الحرمين الشريفين وتسهيل أمور الحجاج والمعتمرين من كل أنحاء العالم وجهود المملكة الكبيرة لخدمة المسلمين في كل العالم متمثلة بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا سعادة السفير يحيى بن أحمد عكيش على جهوده المتواصلة لخدمة أبناء هذا البلد الكريم وتعزيز تواصلهم بالمملكة وأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية على إرسالها عضو لجنة التحكيم دكتور عادل فضل السيد كما يسرني أن أشكر جميع ضيوف الشرف الدوليين الذين حلوا ضيوفاً لمواسط الحكمة قادمين من دول شتى من قارات العالم وجميع حضور هذا الحدث الفريق والمتابعين على الهواء الذين يتعدى عددهم الملايين حول العالم وأخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ المقري الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى معصراوي رئيس عموم مقاري الديار المصرية سابقاً وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذين شرفونا بحضورهم رغم كثرة مشاقلهم يزاهم الله خيراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر